بهدف أن لا نضيع الطريق تبقى قضية فلسطين هي البوصلة ومن هذا الهدف انطلقت فعاليات يوم القدس الثقافي أحياء ليوم القدس العالمي الذي يصادف الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك من هنا من دمشق أكد المشاركون أن الشعب الفلسطيني لم ولن يكون وحده في مواجهة العدو الصيوني المستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية رئيسة مجلس أماناء مؤسسة القدس الدولية فرعو سوريا الدكتور بثين شعبان أكدت أن الصمود والثبات عنصران أساسيان في نصرة الأمة مشيرة إلى التمسك بالعروبة المناصرة للقدس والكرمة العربية قضية فلسطين يجب أن تكون في ضمير كل شعوب العالم فهي القضية الوحيدة الباقية والاحتلال الوحيد الجاثم على أرض الفلسطينيين ولذلك لا بد لنا من أن نركز جهودنا على القدس وعلى فلسطين لأن كل ما يجري في العالم العربي في سوريا والعراق وفي كل أقطار الوطن العربي هدفه الأساسي هو تصفية القضية الفلسطينية ونحن كعرب لا وجود لنا بدون العروبة ولا وجود لنا بدون التنسيق وبدون الوحدة ولذلك فنحن بإذن الله منتصرون والجماهير العربية المؤمنة بعروبتها سيكون لها المستقبل ولها النصر بإذن الله شخصيات عربية ودولية شاركت في هذا الحفل لتؤكد دعمها لمحور المقاومة ووعيها الكامل للمخطط الصهيوني مع رعياه في المنطقة هذا طريق ممتد وسوف يبقى محفوف بالنصر إلى أن يتحقق الهدف الرئيس استخلاص المقدسات من الاحتلال وعودة الأرض إلى أصحابها وعودة الحق إلى مكانه يوم القدس العالمين أعتبره ونبراس سوف يبقى يضيء ويجمع كل الخيرين على طريق الحق صمود سوريا هو الخطوة الكبرى على طريق تحرير القدس إن شاء الله وإعادتها إلى أهلها المؤامرة كبيرة والمؤامرة تشمل الجميع ونرجو أن تلوحد العرب باتجاه قضيتهم المركزية سوريا تباهد لكل القوى التي تحارب الأرهاب لأن القضيتين قضية واحدة ما يجري في سوريا في ليبيا في بصر في اليمن في كل بقاع الوطن العربي هو معركة الواحدة سوريا نظرت كل ذرة من ترابها وكل قطرة من دماء شبابها لفلسطين للقدس للقضية القومية وهذا اليوم له دلالته وله مغزاه سبعة سنوات عجاف من المؤامرات المرت على سوريا لن تحرف السوريين والقيادة السورية عن بوصلة فلسطين وبوصلة القدس نحن نؤكد كل عام ونحن في هذه الأزمة بأننا متمسكين في هذه البوصلة سوريا كانت وستبقى جدارا منيعا في وجه العدو الإسرائيلي ومحور المقاومة هو مخرز في عيون الحاقدين العابثين بأمن وسلامة البلدان العربية الرفضة للخنوع في وجه المخطط الصهي أمريكي حتى تحرير كامل الأراضي الفلسطينية